السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني أخواتي المغاربة القاتلين في الديار الفرنسية موضوع هذا اليوم سيكون حول أي التجمع العائلي بالنسبة للأشخاص القاتلين بالديار الفرنسية ما هي الشروط الواجب توفرها من أجل التجمع العائلي بفرنسا الوضع القانوني للمهاجر لكي تتمكن من جلب زوجتك وأبنائك للإقامة معك في فرنسا لا بد أن تكون متحصل على الإقامة بفرنسا بصفة قانونية أي لست بمهاجر سري فقط المقيمين بصفة قانونية ولديهم بطاقة الإقامة مدة إقامة صاحب الطلب قبل أن تباشر في الإجراءات الخاصة بلم الشمل يجب عليك أولا أن تكون قد أنضيت فترة لا تقل عن 18 شهرا بفرنسا بصفة قانونية أي دوست تم فرنسا عام وسط شهور العمل لكي يتمكن المهاجر من جلب العائلة ديالو للإقامة معه بفرنسا لابد أن يكون لديه شغل تابت براتب قدره 1200 يورو على الأقل حيث ستطلب منه القنصلية أو مركز مراجعة ملفات التجمع العائلي 12 ورقة من الآداء لا فيش دوبي ذاك الورقة باش كي تخلص كتبت هاد الورقة أن المهاجر دوز 12 شهر ديال الخدمة في فرنسا طلب التجمع العائلي في فرنسا أولاً مل استمارات ساب هذه هي لحاجر دمانه لحاجر دوز 12436.05 جونة كان المروف السابقة عزو ديال زيال دمانه لحاجر دوز 13435 اشتركوا في نهاية ترجمة نانسي قنقر Le certificat de résidence. Le titre valable. Le réc Choose. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نسخة من بطاقة الإقامة نسخة من عقد الزواج نسخة من رسم الولادة لصاحب الطلب ثم نسخة من رسم الولادة للزوجة أو الزوج حسب إلا كان الزوجة هي اللي غادي تلتحق كتجيب رسم الولادة ديالها ولكن الزوج اللي غادي يلتحق بالزوجة دياله كيجيب رسم الولادة دياله نسخة من رسم الولادة للأطفال ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر